السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج معكم إياد الرضوان اليوم معنا فيديو جديد أو لغز جديد هذا اللغز أولا هو لغز غير شطرنجي لغز يعني يعتمد على رقوة الشطرنج وقواعد الشطرنج ولكنه غير شطرنجي لذلك رح نحط هذا الفيديو بقائمة الألغاز المنطقية اللي بحب الألغاز المنطقية عم نحاول نعمل أكتر من فيديو ولكن رح نحافظ على محتوى القناة الشطرنجي فهذا اللغز يعتبر بمليون دولار ولحد الآن ما حدا يستطاع يحله حسب موقع chase.com طبعا ففكرة اللغز هي فكرة معروفة جدا فكرة الوزراء التماني فيك تحط 8 وزراء على الرقعة بدون ما يهدد أي وزير الوزراء الآخرين طبعا الفكرة بسيطة واللغز هذا صاري كتير مشهور ولكن ما هون الفكرة ما هون اللغز هل تستطيع انك تحط 9 وزراء على رقعة مكونة من 10 صفوف و 10 أعمدة بدون ما يهدد أي وزير الوزراء التسعة الباقين هل تستطيع أنك تحط 11 وزير على رقعة مكونة من 11 هل تستطيع أنك تحط 12 وزير على رقعة مكونة من 12 صف و 12 عامود مثل ما أنا شايفين وهكذا هل تستطيع أنك تحط N وزير على رقعة مكونة من N صف و N عامود هل تستطيع أنك تحط لا نهاي وزير على رقعة مكونة من لا نهاي صف ولا نهاي عامود هذا هو الغزل المطلوب انه تحط معادلة او خوارزمية بحيث انه مجرد ما عطيناك رقم الان اللي هو عدد الصفوف وعدد الاعمدة وعدد الوزراء طالع لنا فورا شكل التوزيع الصحيح لهالوزراء طبعا معادلة او برنامج كمبيوتر او خوارزمية فهذا هو الغزل بمليون دولار فاذا هذا الحل ب8 طبعا اتنا شايف فيه نمط معين انه فيه تكتلين كل تكتل فيه اربع وزراء وبيناتهم مثل حركة الحصان طبعا هذا النمط هو اللي بدنا اياه بحيث انه نستنتج نمط معين للتسعة درب تسعة وعشرة درب عشرة وهكذا فهذا هو اللغز بصراحة يعني اللغز يستحق المليون دولار يعني معادلات رح تكون معقدة جدا والان رح نعطيكم اللغز تاني تشوفوا فمعنى هذا اللغز الابيض يلعب ويربح ولكن عنا شرطين اول شرط ممنوع تحرك الملك تاني شرط ممنوع الوزراء يغادروا الصف الاول هاد فاذا حركة الوزراء لازم تكون على الصف الاول فقط ولازم يموتوا الملك والحقيقة عنا مات باربعة نقلات فهذا هو اللغز حاول تلاقي الحل رح نشوف الحل الان مباشرة فالحل الان النقلة الاولى كوين اف وان طبعا عم يراقب هاي الخانة وبالتالي الملك ما له غير خانة واحدة هي الاي فور والان كوين سي اي وان فعم يراقب هاي الخانة والملك ما له غير خانة واحدة طبعا هي الاي ثري والان كوين اي وان كيش طبعا الملك ما له غير خانة واحدة هي البي ثري والان كوين بي وان كيش مات فهذا هو حل هذا اللغز فالان بنختم هالفيديو بلغز جميل جدا وأول مرة بعرضه هو هذا اللغز طبعا اللعب الأسود معه فقط ألعى الموجودة هون على الخانة اي وان ومعك ثلاث وزراء والنقلة على الأسود فالمطلوب انك تحط الوزراء لثلاثة على الرقعة بحيث انك تراقب الخانات هاي كلها خانات الصف الأول وخانات العامود الأول بحيث انه وين ما تحركت الألعى بالنقلة القادمة رح تكون تحت مرمى نيران وزيرك وتستطيع تأثيرها اذا الوزراء الثلاثة لازم يراقبوا هدول الخانات الأربطان وطبعا ما بصير واحد من الوزراء يكون عهاد الصف أو عهاد العامود حتى ما تاكله الألعى فمثلا خلينا نجرب فمثلا انا حطيت الوزراء هون بحيث انه هاد الوزير يراقب هاي الخانات الثلاثة بحيث انه يمنعوا الألعى من الحركة هذا هو اللغز حل هاد اللغز رح نحطه بفيديو مختصر على قناتنا الثاني فيك تروح تشوفه وتشترك بالقناة الثاني لحتى ننزل عليها هايك الغاز بالاضافة الى الفيديوهات الانجليزية اذا لقينا في تفاعل على الفيديوهات الانجليزية فاذا اشترك بالقناة الثاني والرابط بالوصف فيك تشوف حل هاد الوزر اذا يقست منه فعلا هو صعب يعني فشكرا للمتابعة نلتقي مجددا باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله